كنت بقول قبل الفصل أنه الدوري طبعاً ده التقرير اللي بيقول أنه الأرض خلاص ما بقيتش بتفرق كتير ما حدش يستغل عام الأرض غير نادي الأهل يعني هو الوحيد اللي قدر يحقق الفوز على أرضه لكن الدوري بشكل عام عندنا النهاردة بنتكلم نقدر بنقول يعني بوادر تلت كتل أساسية الأندية ذات الشعبية والجماهرية أهلي زمالك إسماعيلي مصري اتحاد غزل مش عارف نسيت حد ولا لا يعني تقريباً هما دول عندنا أنديت في أسوان كمان و أسوان طبعاً عندنا أنديت مؤسسات بتتبع كيانات أو بتتبع شركات زي الإنتاج الحربي زي أمبي اللي بتدعمها مؤسسة أو شركة المقاولون العرب نفس الحكاية عندنا كمان أندية بتدت تدخل وتزيد زي الأندية الاستثمارية شفنا تجربة بيراميد شفنا أعتقد سيراميكا السندي وبرضو نازل بفرقة يعني شكلها كده ناوي يتقدم كرة وناوي يكون لها شكل من وجهة نظرك هل ده ممكن يضيف أو يفيد نوع قوة المسابقة أو الحجم المنافسة داخل المسابقة الدولة العام ولا شايف أنه ممكن يكون لي كمان أضرار وما فيش شكل لي أضرار طبعاً لأنها الكرة جماهيرية اللعبة لعبة شعبية ولعبة جماهيرية أنت بتروح الأستاذ علشان تشوف غزل المحلة بلاعب المقاولين العرب غزل المحلة يبقى ليه جمهور والمقاولين العرب ليه جمهور أنا مفروض في أي تيم في العالم يعني طبعاً مش عايز أقرر نفسنا بالأسبانيا وانجلتيرا دوست في تيم درجة ثالثة في البرازيل تيم درجة ثالثة ودوست لقى جمهوره مالي الأستاذ مالي الأستاذ فهي الكرة تعملت علشان الجمهور علشان الناس تستمتع ويبقى ليها انتماء للنادي بتاعها الانتماء ده بيبقى للنادي ثم للدولة وهكذا فطبعاً التجربة اللي احنا بنعيشها طبعاً مش عايز حد يزعل مننا لكن هي كرة كده ما فيه يعني أنا أنا مؤسسة بلعب وما فيش حد في المدرج فدي برضو ما فيهاش فير ليه حال ممكن فريق يكون مالوش جماهير أو مالوش ظاهير جماهيري يقدر يوصل ويحق بطولاته ويبقى فريق يعني صعب جداً شايف ان وجود الجماهير عنصر أساسي انتحقي البطول ما هي زال إدارة اللاعبين جهاز الفني الإعلام الإعلام ليه دور يعني هي خمس مقاومات موجودين في النادل آلي وفي الأندية الشعبية هتلاقي الاتحاد أخد قبل كده هتلاقي غز المحلة خد دوري قبل كده بس المقاولين برضو خد قبل كده يعني أمرين ويوصل أفريقيا وخد بطولات محلية في أكتر من مناسبة كان فيه وقت كده كان عثمان بيه الله أرحمه كان يبقى العمال والموظفين كانوا بيشجعوا كانوا بيجيقوا في المدرجات وكانوا بيشجعوا بس فهي يعني الحتة دي إن شاء الله مع الوقت كنت أتمنى مثلا فيه تيم عنده المقابل المادي عالي إيه المنع أن أنا أخذ اسم وألعب بيه يعني مثلا مثلا يعني المينيا أخذ أنا إيه المينيا بحافظة المينيا بمليانة جمهورها طبعا كله أهلاوي بس كتير قوي يعني فأخذ الاسم وألعب بالاسم ده وابقى بدعمه وفي نفس الوقت أنا كمستثمر بكسب كل حاجة بس بلعب فكرة دمجل بين الاستثمار والأندل الشعبية والجمهرية اه بيبقى أنا أنا كمستثمر بروح واخد الاسم زي بيرامز مع الفارق يعني يعني بيرامز كان الأسيوتي برضو ما كانش ليه جمهور أنا كنت أتمنى يبقى فيه اسم بيتاخد من المحافظات اللي هي سهاج الأندل البنسويف ده منهور المنصورة الترسانة الكرسانة دي أندق لها جمهورتها فأنا لسه مش عايز أعمل اسم جديد ودي طبعا حاجة إن شاء الله مع الوقت هتحصل لأنه أنت كمستثمر محتاج الدعم الجمهوري لأنه لما بقى فيه جمهور هيبقى فيه لك دخل بيجي لك من الإراد إلى جانب طبعا الإراد مع طبعا الحاجات اللي هي بقى التيشيرت والكاب والدعاية والإعلان والحاجات المالي المالي المالي